إضراب عن إضراب نستمر حتى تفراج عن المعتقلين سجن حمات المركزي لم تفلح خلالها قيادة الشريطة أو أي جهة تابعة لنظام الأسد في فضل معركة الأمعاء الخاوية داخله فلا عودة إلى الرضوخ والركون بانتظار المصير المحتوم بعد الآن يقول هؤلاء ويطالبون بتسوية أوضاع 11 شخصاً وصموا بجنح الإرهاب ويواجهون أحكاماً بالإعدام الميداني مصادر تلفزيون سوريا داخل السجن أشارت إلى أن لجنة المصالحة التي انتدبتها حكومة النظام حاولت إقناع المعتقلين لفك إضرابهم قاطعة نوعوداً في نقل مطالبهم للمسؤولين ودراستها لتكون المحاولة الثانية للنظام بعد دخول إدارة السجن وقيادة الشريطة في اليوم الأول لتتوالى المحاولات بين ترغيب وترهيب والترهيب الذي خبره معتقلوس جن حامات قبل نحو عامين من اقتحام وقتل لعدد منهم بعد عصيان مدني وسلسلة إضرابات تشابه في أسبابها ما يحدث الآن يخشى النزلاء أن يتكرر مجدداً لا سيما بعد قطع الاتصالات في اليومين الفائتين وما قد تكشفه الساعات المقبلة لكنهم في الوقت ذاته يصرون على المضي في ثورتهم المحقة كما يسمونها تصدير المشهد إلى خارج أسوار السجن هو ما نجح به المعتقلون في إضرابهم المفتوح إذ استجابت بعض الأمهات لنداءات الاعتصام قبل أيام ووقفنا مطالبات بالحرية لأبنائهن لكن دون جدوى حتى الآن وهو ما دع المعتقلين لتجديد الدعوة لاعتصام أكبر في حما في تحدي سلمياً لسطوة أمن النظام وقائع سجن حامات المركزي اعتبرها ناشطون أنها مؤشر إيجابي على حالة الوعي الوطني والحقوقي التي تشكلت خلف القطبان في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية لكنها لا تعكس جحيم المعتقلات العسكرية والأمنية والتي شهدت وفاة آلاف المعتقلين تحت التعذيب وفاة آلاف المعتقلات العسكرية والعسكرية